في الدراسة لهارفرد انه العادات المالية اللي بنكتسبة من عمره سبع سنوان هي بتأثر في حالتنا المالية حتى ولما نحن نكون كبار عارف فصلنا الصديق في كاليفونيا ابنه عمره 15 أو 14 سنة كان بيعمل ألس دولار في الأسبوع النهاردة زوج عندي عيلة وعندي أولاد وأنت بتقول لي حاوش ستة شهور أعمل إيه نجيب ورغة وقام وكتب كل المنصرفات كلها حتى إذا كان قبايد شاي كارك بدرها في كتير النهاردة أبليكيشن على الموبايل وبتقدر انت وانت بتصرف وتتتبع اللي الفلوس دي رايحة فين وجاية منين واحد بيشتري لاتهي هفري دي بيتكلف حوالي سخي من خمسة دولار الخمسة دولار دي إذا حطاه الصندوق في آخر السنة هتكون حوالي 1856 مونار بسم في بلازة أمريكا ومكن تشتري معه عربيا كتير من الشباب بيتخرج وحتى إحنا الكبار كتير مننا بنقبض مرتب وبنشتغل ولكن عايزين نعرف إزاي ندير حياتنا ماليا كتير من البقيتين أبدأ منين إزاي أنا عايزة استثمر وعايزة أحوش وعايزة أتخير وعايزة أخطط لحياتي للمستقبل من حيث المالية فأعمل إيه أبدأ منين عمر طبعا يعني أحسن بداية وأحسن يعني استثمار وهو التعليمي أن الواحد لازم يتعلم عن تعالم المال بشكل عام لأنه بالزاد في العشرين سنة الأخيرة اللي هي يعني من سنة 2000 ممكن نقول بزيادة العلماء وزادت بشكل أكبر مثلا في 2008 الأزمة العالمية أصبح عالم المال يؤثر في اقتصاد حياتنا اليومية بشكل أكبر من أي وقت في التاريخ من قبل يعني ممكن قرار الفدرالي الأمريكي مثلا في واشنغتن دي سي أو في نيويورك يؤثر في الشخص المسكين صاحب محل بتاع الطعامي وفول مثلا في مصر أو في السودعانة أو في الوردن أو في غيره فبالتالي التأثير وأصبح تأثير مباشر وسريع فأي شخص هو إذا كان هو يعني أكتب لداخل في عالم المال أو لا هو بيتأثر بعالم المال بشكل كبير فأمين الأحسن والأأمن إنه إحنا نتعلم عن هذا العالم بشكل يعني بشكل ولو على الأجل بشكل يعني بداية نزيل من الثقافة المالية يعني مثلا في بعض الأفكار بتقول أن أنت عشان تخطط لحياتك ماليا لازم تحط خطة واقعية بمعنى أن هي خطة قابلة للقياس ومن ممكن تحقيقها ما ينفعش أنت يكون مثلا داخلك عشر تلاف في الشهر وتقول والله أنا عايز كمان سنة أبقى مليونير ولكن ده دائما بيش واقعي وغير قابلة للقياس بطبيعة الحال ولكن لو أنا بقى بعشر تلاف وهدفي أن أنا عايز أداخل اتناشر ألف بمعنى كده أن أنا في الشهر هشيل ألف كل شهر لوقت أخر السنة أبقى عندي اتناشر ألف فإذن تتطفق مع الفكرة الدينية تكون قابلة وقعية وقابلة للتحق حيات كمان هل أنا عايز أعمل إيه يعني أنا عايز أشتري سيارة أشتري عربية فالتخطيط المالي إزاي ممكن نفكر فيه بهذا الشكل يعني نعم نفتكر بداية التخطيط المالي هي بتبدأ بالموازنة الشخصية إذا كان مثلا الشخص هو فرد شاب صغير أو إذا كان رب أسرة أو ربة أسرة فدائما الموازنة هي كأنما هي الأكس راي بتاع الجسم هو الموازنة المالية هي الأكس راي بتاع الحالة المالية معايش بس نوضح الموازنة يعني هي عبارة عن كشف أنا بغبط قد إيه وبصرف إيه وبالتالي أنا بتتبع المصرفات بتاعتي صحيح أنا بحطتها قدامي وكتبت كل المصرفات اللي أنا بصرفها والدخل اللي بيجيلي وبالتالي أنت كده ديه أصدق الموازنة ديه بالضبط ديه بالضبط هي محمد وباسيكلي الموازنة اللي ما انت تفضلت يعني هي الموازنة هي بتوري حالة الدخل والمصرفات ودائما يعني أنا وانا أشجع أي حد حتى لو إن شاء الله يعني ديه واحدة من الحياة اللي هي ممكن حتى نعليم للأطفال لأننا في البيت لأنه كان في دراسة لهاربرد إنه العادات المالية اللي بنكتسبها من عمره سبع سنوات يعني شوف بن بدري كده سبع سنوات هي بتأثر في يعني في حالتنا المالية حتى ولما نحن نكون يعني نكون كبار يعني فبالتالي ما في وقت مبكر إنك تقول لي أنت يا بدا خليسة بدري إنه تعلموا عن الفلوس وكده فليه واحدة من الميزات حتى بنجيدها مثلا في المجتمع الغربي كتير جدا إنه الطفل بيكون حتى هو طالب في المدرسة بيدوه هو يسمى بالألاونس يعني نظف البيت نظف الغرفة نظف السيارة أشيل الثلج مثلا في الشتاء أنا عارف فصل الصديق في كاليفونيا ابن عمره 13 أو 14 سنة في الفترة الماضية كان فيه سلوط كثيرة جدنا في كاليفونيا كان بيعمل ألف دولار في الأسبوع فدود عمره 13 سنة فبالتالي من بدري بتعلموا الورك أسيكس بتعلموا تيمة المال والمجهود أو كيف يتم ترجمتهم لفلوس نرجع لموضوع الموازنة الموازنة هي زي ما قلتها إنه بتكشف الحالة المالية بشكل عام ودائما إذا أنا يعني زي ما قلتنا شجع أي حدي بس يدخل في هذه التجربة لنجده فعلا مثيرة وجميلة يعني إنه الواحد يحاول يجيب ورغة وقام ويكتب كل المنصرفات كلها حتى إذا كان كبايد شاي كرك بدراما يكتب مدة أسبوع أسبوعين ثلاثة سابيع وشهر وبعد كده يجي راجع حي عاديا حين حنجد إنه في حوال تقريبا من خمستاشر إلى عشرين في المية من المنصرفات دي هي ربما منصرفات غير ضرورية ويمكن التحويل هذه المنصرفات من إنها تكون منصرفات يعني ترفيهية مثلا إلا استثمارات التي هي ممكن مع مهور الزمن تكبر أيضا في حاجة مهمة كمان إنه الموازنة ليست فقط لإنه إحنا نحسب بالمنصرفات الموازنة أيضا إننا نحسب الدخل طبعا معظم الناس عندهم دخل سابت ولكن دي أيضا بتكون بداية إنه طيب إذا أنا الدخل بتعيه سابت أنا ممكن أوفر في المنصرفات لأنه الآن أنت عارفة كم أنا ممكن أوفر في المنصرفات إلى حد لكن بعدهم ما بتجرس أوفر صح؟ لازم أكل لازم أشرب لازم أدفاق أهرب فبالتالي معناها الانتباه لازم يتحول من الترشيد في الإنفاق إلى زيادة الدخل طيب كيف أنا أقدر أزيد الدخل؟ بعد كده هناك طبعا في طرق كثيرة جدا لزيادة الدخل إما بالاستثمار أو بمثلا يكون في وظيفة تانية أو يكون في مثلا أو في أشياء كثيرة جدا ممكن الواحد يزيد بعد دخل أو هل عندي أشياء أنا ممكن أتخلص منها أبيعها في نطور كثيرة جدا لزيادة الدخل من جهة ولترشيد الإنفاق من جهة يعني حتى كمان موضوع المصرفات فيه كثير النهاردة مشاركة حتى وراء وقلم يعني فيه النهاردة تطبيقات كثيرة جدا على الموبايل حتى فيه منها مجاني صحيح بتربطها مع كرد كارد بتاعك أو مع البطاعة الاعتماءة أو بتاعت البنك وبتقدر ان انت هو انت بتصرف وتتتبع الفلوس دي رايحة فين وجاي منين فمع الوقت لو انت قدرت تعرف كل مصروف بتصرفه حتى لو انت شايفه عادي على كوباية قهوة ولكن ده على مدار الشهر بيكون مبلغ كبير فانت من هنا ممكن زي ما انت قلت X-ray بتقدر ان انت تقول آه هنا دي ممكن نشيل المصروف ده منوش لازمة صحيح دي ممكن نزودها فدي حاجة مهمة جدا ممكن كمان إذا ممكن أضيف يعني بعد ما نكشف الحالة العامة طيب إذا هذه هي المنصرفات ممكن فيه يعني برضو زي زي استراتيجية يعني جيدة لترشيد الانفاق بطرية جميلة جدا اللي هي انه لما أنا أحدد المنصرفات ممكن بعد كده أقول طيب إذا أنا حصرف let's say مثلا آه 80% من الدخل كمنصرفات عامة هذه 80% بدل ما أنا أحطها كلها وقول أنا طيب أنا أصرف منها كل ما يجي منصرف لا إنه أنا أعمل categorization إنه أنا أعمل زي صوامع تخصيص تخصيص إنه يسأل طيب أنا بالنسبة للبند بتاع مثلا بتاع الترفيه هيكون X البند بتاع التعليم هيكون Y البند بتاع التعليم هيكون كذا وكذا وكذا مقدار وكذا مقدار وكذا إذا في نص الشهر هذه الصومعة أو هذه المحفظة المخصصة لهذا البند خلصت ابقى ما أضيف عليها لحد الشهر البعض فبالتالي دي بتعلم نوع من النوع الإلتزام وهذا الالتزام نفسه هو بيخلي أي خطة مالية تنجحها على المدى الطبيب فعلا فيه ناس شفتوهم كان مثلا بيبقى عنده في البيت عنده علبة صغيرة كده صحيح وبكتب على دي مثلا العلبة دي دي بتاعت اللي صفر دي بحوشها عشان خاطر السينما دي عشان كذا فإنت أصدق إن إحنا هنحط الفلوس في نخصصها أيو وخلصت من العلبة خلاص في السينما السيشارة بالضبط هذا بالضبط كده يعني في خلال شعور بسيطة جدا حيشوف الفريق كبير جدا بس الأهم من كل ده إن إحنا نعرف ونرائب مصروفاتنا لو تكتبت أو إنت تتبعتها هتقدر إن إنت تقلل من 25% تقريبا كل شهر صح من المصروفات اللي هي فعلا ما لنهاش لازمة وقد ممكن تتحول للضخار أو استثمار وإحنا ما بنقدر نغير حاجة ما بنقدر نجيسها يعني فلازم البداية إنك قبل القياس لما أنت دم تذكر وبعد كده ممكن بعد ما نجيس الحاجة ممكن نغيرها طيب كثير باب نسمع عن صندوق طوارئ يقول لك لازم يكون عندك صندوق طوارئ إيه هو صندوق طوارئ وإزاي عمله صندوق الطوارئ بيزيكلي هو يعني ينقسم أيضا قسمين في صندوق الطوارئ فيه جزءين تقول فيه جزء اللي هو أنا محتاج فلوس في خلال ساعات يعني دقائق لساعات ده لازم يكون يكون في مبلغ مثلا المعين محطوط بحث أنه أنا أقدر فعلا إذا لا أقدر لاحظ الإمرجنسي بتحتاج أنه أنا أكون عندي كاش فوري إنه تكون حاضرة طيب دي واحدة فيه الجزء الثاني اللي هو شوي طويل المدى بعض الشيء اللي هو يعني بيدعو أنه الأشخاص يكون عندهم مال متوفر موجود يكفي بين ثلاثة إلى ستة أشهر منصرفات الشخص أو العائلة طبعا بيختلف يعني مثلا ليه ثلاثة أشهر ستة أشهر لأنه مثلا بالنسبة لشاب مثلا صغير ربما ليس لديه التزامات كثيرة تجاهها شاب سنجل يعني زي حل شباب كثير يعني أيوة بالضبط أيوة يعني ما في التزامات كثيرة بحيث أنه حتى الإمرجنسي مهما كانت ما ستحتاج أنه يكون يكون عنده مساعدة من ثلاثة أشهر بالنسبة في صندوق الطوارق بس عادي لهو حوش أكتر طبعا حسن يعني وهي بعد كده يتحوش أكتر من حوجته التي هي ثلاثة أشهر ممكن الفائضة يمشي لإستثمارات بتدي عوائد أكتر بذل ما تكون مساء مجمدة بالنسبة للعوائل طبعا العوائل بيكون دائما في أطفان وفي مدارس وفي الالتزامات أكبر فبالتالي الصندوق الطوارئ لازم يكون فيه كوشن أكبر مثلا يعني بيقول لسكة إلى ثمانية أشهر بحيث أنه يعني هذا الظرفة طارئ ما يأثر بشكل جزري على الخطسر هذه الأسرية يعني يعني دائما نصيحك أن يقول لك دائما يكون معك فنوس للقرش أبيض ينفعك في اليوم بالضبط أيها بس هو فكرة بناء الصندوق نفسه هل هي صعبة يعني نهاردة مثلا خلينا نفكر فيها بشكل بسيط أنا نهاردة زب وعندي عيلة وعندي أولاد وأنت بتقول لي حوش ستة شهور أو ثمان شهور أو تسعة شهور فلوس تكفيك اللي أنا فهمته ده معناه أن أنا مش هحوش بقى مقدار اللي أنا بابضوه لأ هو أنا هحوش أو هتدخر الفلوس اللي أنا محتاجها كإحتياجات أساسية بمعنى أن أكيد محدش بيابض كله ونطبع بيصرفه كله في الغالب ولكن أنا مثلا في الشهر حاليا نتخيل أن أنا بابض عشر تلاف ولكن فعليا أنا بصرف خمس ستة تلاف احتياجات أساسية يعني احتياجات أساسية يعني بصرف على الهيجار مثلا أو قصة البيت بصرف على قصة العربية بنزين الدواء الأكل الشرب دي احتياجات الأساسية فأنا بحسب أن أنا كده في الشهر محتاج ستة تلاف مثلا من مرتابي وبتعلي الستة تلاف دي بضربها في ستة شهور لو أنا عايز أحوش ستة شهور أو سعى شهور وهذا المبلغ هو ده اللي أنا مطلوب أحوشه قبل بعمل أي حاجة قبل ما استثمر قبل ما الداخل قبل أي شيء بحيث أن الفلوس دي بتبقى تحت يدي لقدر الله فقدت عملي لقدر الله عندي حالة طريقة طبية حادثة لقدر الله فقادر أن أنا أتوصل للفلوس دي بمعنى الصح أن الفلوس دي أخليها مستخبية في مكان ما ومن المفروض مصرفش منها خالص تبقى على جمع يعني من السهل الوصول إليه طيب هل الفلوس دي أحوشها على طول ولا ينفع أتدخيرها على فترة طويلة دعم طبعا يعني إذا كان الشخص عنده قدرة أنه يحوشها على طول مثلا ممكن يكون شخص شغال في مجال يدوه بونس آخر السنة فهذا البونس مثلا بدلا أنه راح نمشي نشتري ساعة جديدة ويعمل مثلا ممكن يستخدمه أو إذا في حالة عدم يعني وجود هذا الخيار ممكن طبعا تكون بعدين يعني إحنا ما نستقل بالمصاريف الصغيرة الواحد بيستهون بها فيه الكاتب وهو مستشار ما المعروف اسمه ديفيد باك هو هو طلع كلمة أو مصطلح اللاتي فاكتر فقال إنه يعني مثلا واحد بيشتري لاتي every day ضيب لاتي تقريبا حوالي خمسة دولار في أمريكا قبأت أهو من ستارباكس يعني يتكلف حوالي خليبا خمسة دولار أو ما يوازن بأي عملة تانية فقال إنه يعني الشخص بيشتري كل يوم ما بحث لكن الخمسة دولار دي إذا حطاه الصندوق في آخر السنة حتكون حوالي 1856 دولار فدي المبلغ يعني ما سهل يعني 1856 مثلا إذا زادت له في بلزة أمريكا ممكن تشتريه عربية 26 دولار أو ممكن تشتريه أسهم صح في أسهم كثيرة مثلا يعني إذا قلنا الفين اللي هي مسامة درهم تكون حوالي تقريبا زي لسي 7000 درهم دي ممكن تبدأ محفظة فبالتالي الواحد ما يستهون بالمثرفات اللي هي بتنقط من الواحد من غير ما حسابه لكن تتجمع يعني يعني المحيط هو مجموعة من نقاط المياه يعني فنفس الحكاية الواحد يمكن يحاول بنفس المنطلق يعني أنه يحاول يبني الصندوق الطوارئ وكذا برضو في حاجة مهمة جدا خاصة بالنسبة للأسر أنه برضو في العالم العربي ما يعني الثقافة بتاعتين أنه نشارك مثلا أبنائنا ونشارك أفراد الأسرة كل الأمور المالية أنا أفتكرة دي واحدة من الغلطات الكبيرة تجد أنه حتى الأبناء حتى يكونوا عمرهم كبار في السن قاعدين في البيت ما عارفين يبقى الأب والأم ويجيبوا الأطفال ويعملوا موضوع يعني كمحاكاة محاكاة ويعملوا الموضوع كأنه يعني مثلا يقولوا طيب يا جمال نحن نحن نمش السوبر ماركت اليوم نشوف منه سيقدر يلقى أرخص أو أقل تكلفة إذا عاوزين نشتري مثلا صنصة مثلا أو إذا عاوزين نشتري كده ف يدخل الأطفال وكل أفراد الأسرة في الإطار الذهني أنه لازم نحسب كل حاجة مثلا يأخذوا الأطفال يقولوا طيب نحن نريد نشتري زيت مثلا حتى إذا نفس البراند إذا اشترينا العبوة بلتر طيب أو إذا اشترينا العبوة مثلا أو ثلاثة ألتار أي واحدة فيهم اللتر أرخص في أي واحدة فيهم فبتبت تأخذ الأطفال وتعمل اللهم as a game فحيكتشفوا إنه لا إذا اشترينا العبوة أو ثلاثة ألتار حتطلع أرخص من إنه إذا اشترينا اللتر واحد وهكذا فبيفهموا حاجة يسمها unit cost أيضا مثلا في المنزل دي برضو تكون كثيرة جدا تلقى الأنوار كلها مثلا مفتوحة لأن الأطفال ما بجيبوا خبر لكن إذا حولت إلى game هتلقى إنه أي واحد هيلقى نور ويطفيه مثلا في أوضة فاضية ما فيها شخص هياخذ نقطة بعد كده النقاط تتجمع آخر الشهر أو آخر الأسبوع ويأخذ حية بسيطة مثلا نصف ساعة زيادة في التلفزيون أو في الإنترنت أو في كده فالحاجات البسيطة اللي هي اسمها nut محفزات صغيرة بالضبط محفزات صغيرة هتلقى إنه أول حاجة خلت الناس كلها ثقافة المالية ارتفعت في البيت وكذلك هتلقى إنه فعلا في عائب ملموس لكل هذه التغييرات البسيطة المحفزات الصغيرة يعني في النهاية وتلقى كل هذا في أموال بعد كده ممكن الواحد يعمل في صندوق الدواري في الاستثمار في الاندخار وغيره الصعب صحيح لأنه محتفنا زمان الخير كان كثير فما كان في حاول جانين الواحد يعني اضطرنا إنه مثلا كل أفردات الأسر يكونوا يشتغلوا وكلهم يحاولوا يشيلوا لهم المال زمان كان الوالد والوالدة هم يتكفلوا بكل شي بس الأمور الآن اختلفت بالضبط آه بس فعلا نطي يعني وده وده اللي بيخلينا نعمل الحلقة عن فكرة شكرا